أولى سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول السنوي نلتقي في حصة جديدة ومع شويتنا الفيزياء وإن شاء الله النهاردة هنكمل اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت هنتكلم عن المغذوفات طبعا حصتنا تحت إشراف وزارة تربية والتعليم المصرية ورعاية قناة مدرسيتنا ثلاثة الفضائيين طيب نبدأ يا شباب ونروح كده الأول ندرد الشوية إيه هي المغذوفات وتطبيقاتها في معادلات الحركة أو تطبيقات معادلات الحركة الخاصة بالمغذوفات بصوا ريد تعالى كده نعرف يعني إيه حركة مغذوف مغذوف بصر مستر باختصار شوف إيه اللي ظهر قدامك جسم بيغذف إلى أعلى وبعدين ينزل ممكن كرة أنا بشطها على الأرض تمام تمام وممكن حاجة مغذفة الفوق وبعدين تنزل تاني كل ده يجمع لي معنى لفظ مغذوف المغذوف هي حركة الأجسام في مجال الجاذبية الأرضية بس بشارط إنه ما يأثرش عليها قوة تانية بعد قوة الدفع إلا قوة وزناها فقط تاني المغذوفات هي حركة الأجسام في مجال الجاذبية الأرضية طيب إذن القوة الوحيدة المؤسرة على المغذوف هي يا شباب ربو عليك هي قوة الوزن طيب اللي هي قوة الجاذبية الأرضية ونخد بالنا إن عجلة الجاذبية الأرضية هي عجلة منتظمة سبتة في المكان الواحد على سطح الأرض تتغير من مكان إلى آخر وهي بتسوي تقريباً 9.8 متر على الثانية تربيع يبقى نقول تاني يا شباب لغز المغذوفات المقصود بيه هي كل الأجسام اللي بتتحرك في مجال الجاذبية الأرضية تحت تأثير وزنها بحيث إن يكون القوة الوحيدة المؤسرة على المغذوف هي إيه بروبو عليك اللي هي قوة الوزن اللي هي قوة الجاذبية الأرضية ونخد بالنا كويس قوي إن الجاذبية الأرضية أو قوة الوزن تتمثل في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي العجلة المنتظمة اللي بتحرك بها المغذوف عندما يسقط سقوطاً حرراً المجال الجاذبية الأرضية طبعاً الكلام ده يا شباب احنا كنا خدنا عنه فكرة الحصة اللي فاتت في السقوط الحر ولكن النهاردة بقى عشان نتكلم شوية عن المغذوفات ايه هو بقى المغذوف في زاوية طبعاً احنا اتفقنا ان كل مغذوف بيتحرك بسرعة ابتدائية تحت تأثير وزنه فقط بس بشرط انه يكون جسم يقاوم مقاومة الهواء يعني جسم كتلته او كسافة وزنه اكبر من ان الهواء يقاومها يعني على فكرة ممكن حجر صغير يقاوم الهواء ممكن كيس قطن كبير مش هيعرف يقاوم الهواء لكن احنا هنا ما يهمنش الكتلة بس ولا الوزن بس لا يهمني حاجتين يهمني ان الجسم ده الكسافة العامة بتاعته تستطيع مقاومة الهواء طيب يبقى المغذوف بيتحرك تحت تأثير سرعة منتظمة افقياً والسرعة غير منتظمة رأسياً هي حركة منتظمة على المحوال الافقي وحركة غير منتظمة على المحوال الرأسي بحيث ان هو بيعمل شكل منحني يسمى مصار القطع النقص او مصار القطع المكافئة وناخد بالنا كويس او يا شباب يبقى شكل مصار المغذوف هو ايه قطع نقص او قطع ايه مكافئة يبقى تاني كده تاني بسرعة عشان نتعرف يعني ايه مغذوف يبقى المغذوف هو كل جسم يتحرك تحت تأثير برافو عليك تحت تأثير وزنه دون مقاومة الهواء حركة القذيفة هي بتبقى مركبة من حركتين حركة اوفقية وحركة ايه رأسية الحركة الافقية اللي هي عبارة عن ها الحركة الافقية اللي هي المدى الافقي لا يتحرك الجسم ودي يا شباب هو هنا تأريبا مقاومة الهواء منعدمة يبقى هيتحرك بسرعة منتظمة لاني ما فيش قوة بتؤثر عليه اوفقيا اما الحركة الرأسية اللي هي في مجال الجاذبية الارضية بتعمل معاملة سقوط الحر طب ما تيجي نشوف الكلام ده يبقى احنا هنا انواع المغزوفات عندنا في مغزوف راسي الى اعلى في مغزوف راسي الى اسفل في مغزوف افقي من اعلى الى اسفل وفي مغزوف افقي من اسفل الى اعلى بس بزاوية طيب يبقى هنا الاشكال اللي هتظهر قدامنا الاشكال اللي هتظهر قدامنا هتوضح لنا اوي اشكال المغزوفين مغزوف راسي الى اعلى ومغزوف بزاوية من اسفل الى اعلى طيب وفي عندي مغزوف على سطح الارض اللي هو بيتضحرج على سطح الأرض وفيه مغزوف من أعلى إلى أسفل بس ممكن يكون عمودي وممكن يكون قوة دفع موازية لسطح الأرض وبالتالي هيسقط في مصار شبه منحني إلى أن يصل إلى سطح الأرض طيب النهاردة مجالنا بقى كله على المغزوفات بزاوية صح صح معايا كده في شوية عوامل اللي هتظهر قداما العوامل المؤسرة في صرعة المغزوف إيه هي؟ أو في مصار مغزوف أولا لا يختلف باختلاف الكتلة أنا قلت لك هنا مش المشكلة كتلة المغزوف المشكلة هل كسفته؟ هل المغزوف ده ككسافة يقدر يقاوم الهواء ولا؟ طيب العامل الثاني السرعة الابتدائية قوة الدفع اللي أنا هديها له وبعدين الزاوية اللي هينطلق بيها و هل طبعا هنا لو كسفته من خفضة هايبقى فيه مقاومة هوا ولا هتوم بمقاومة الهواء في الكسافات العالية يبقى هنا نقول تاني يا شباب إن العامل المؤسرة فيه المغزوف طبعا لا يتأثر مغزوف بالكتلة ولكن يتأثر بالسرعة الابتدائية بزاوية الإطلاق بمقاومة الهواء طيب نروح بقى كده مع بعض و نعرف حركة المغزوف بزاوية من أسفل إلى أعلى بتتأسم اللي حركتين لسه بنقول حركة أفقية اللي هي تتحرك بسرعة منتظمة مع إهمال مقاومة الهواء و في عندنا حركة رأسية اللي هو يتحرك تحت تأثير عاجلة الجاذبية الأرضية يبقى تاني بتحرك بسرعة منتظمة و ممكن يتحرك إيه بربو عليك حركة رأسية تحت تأثير عاجلة الجاذبية الأرضية بحيث أن زاوية الإطلاق بتاعته لابد أن تكون أكبر من الصفر وأقل من تسعين ليه يا مستر؟ لأنه لو صفر يبقى هيتضحرك على الأرض لو بتساوي تسعين يبقى مغزوف رأسي من أسفل إلى أعلى يبقى هينطبق عليه قاعدة سقوط الحر فقط لأنه مفيش مدى أفقي يبقى تاني المغزوفات بزاوية اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة هي مجالها إيه؟ اللي هي زاوية إطلاق ما بين أكبر من الصفر وأقل من تسعين اللي بيتحلل فيها الحركة إلى مركبتين ما إحنا عارفين من الصرعة كمية متجهة فتحلل إلى مركبتين أفقية ورأسية من الصرعة بقى اللي ابتدائية بتاعته؟ اللي هي ال في آي معلش أنا لأن عايز أجمع هلة كلها ففي البداية كده بنأكد على الفكرة أكتب من مرة وبعدين نتضرب على قوانينها ونشوف تدريباتها مع بعض طيب نشوف كده مع بعض الحركة الرأسية الحركة الرأسية هي تشبئ إحنا قلنا تاني إن المغزوف يتحرك حركتين حركة أفقية وحركة رأسية الرأسية بتشبئ السخوط الحر سرعة متغيرة يعني سرعة متغيرة تحت تأثير عجلة منتظمة اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية القوة اللي بتؤثر على القذيفة هي قوة الجاذبية الأرضية بس وعجلة الجاذبية الأرضية هي العجلة الوحيدة المؤثرة على القذيفة اللي هي عجلة سبتة في المقدار تتغير من مكان إلى آخر على سطح الأرض ولكنها في المكان الواحد بيكون سبتة طيب الحركة الرأسية الحركة الرأسية تشبه حركة الجسم على مستوى أملس ليه؟ لأن الهوى تقريبا مقاومته صفرية وبالتالي هي سرعة سبتة في المقدار طبعا لا يؤثر عليها أي قوة وبالتالي العجلة المؤثرة عليها بتساوي صفر يبقى معايا كده يا شباب لنجع كده أفكار المغزوف تانية الحركة الخاصة بالمغزوفات حركة رأسية وحركة أفقية حركة رأسية بتشبه السقوط الحر تاني يبقى بيتأثر بقوة قوة اللي هي ايه قوة الوزن اللي هي قوة الجاذبية الأرضية وبالتالي بتتأثر بعجلة اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية وبالتالي سرعته بتتغير في المقدار طيب بالنسبة للحركة الأفقية لا هي لا تتأثر بقوة مع إهمال من قومة الهواء يبقى لا تتأثر بقوة إذن كأنه جسمي بيتحرك على مستوى أملس كأن حضرتك حدفت بيليا كده على سطح زجاجي طيب هنا هي حركة بسرعة منتظمة وبالتالي القوة المؤسرة عليها بتساوي صفر وبالتالي العجلة بتساوي صفر طيب تعال كده عندما ينطلق المغزوف قلنا تاني شوف بقى اللي ظهر قدامك عندما ينطلق المغزوف بزاوية فإن سرعته الابتدائية كده هنحللها إلى مركبتين أفقية ورأسية طبعاً هنا بتعتبر على الزاوية وفتكر كده وإحنا بنكلم في تحليل المتجهات لما كنا قلنا مكان ما بتنام كنا بنديها جيب التمام يعني إيه مستر؟ يعني اتجاه الزاوية بنديله الكوزاين والاتجاه البعيد كنا بنديله صاين اتجاه الزاوية اللي هو الاتجاه الأفقي والاتجاه البعيد اللي هو الاتجاه الرأسي إذن السرعة الابتدائية هتتحلل في الاتجاهين أفقيا ورأسيا في الاتجاه الأفقي ها هتبقى VI كوزاين سيتا في الاتجاه الرأسي هتبقى VI ساين سيتا عشان كده قلنا لو السيتا 90 ما فيش سرعة أفقية سرعة أفقية صفية لأن كوزاين 90 بتسوي كم؟ صفر وبالتالي هتبقى المركبة كلها مركبة إيه؟ رأسية طيب لو قذف بزاوية صفر ما فيش سرعة رأسية ليه؟ لأن الساين صفر بصفر وبالتالي هتبقى المركبة كلها عبارة عن المركبة الوفقية وليست العمودية طيب في النهاية خالص احنا هنا المركبتين دول ممكن نجيب منهم السرعة اللحظية من خلال حاجة بسيطة جدا من خلال محصية المتجهات من خلال أنهما مركبتين متعامدتين وبالتالي ببساطة خالص هنقدر نجيب جزر FX تربيع زياد FY تربيع لا تعال بقى الكلام ده كلام نظري حوار بس لا خليه نشوفه مع بعض حركة المغزوف تميز من أسفل إلى أهلاء الحركة الرأسية ركز كده زمن الصعود بيساوي زمن الهبوط ايه ده؟ ده نفس الكلام اللي فيه السقوط الحر طيب زمن التحليق بيساوي ضعف الزمن الكلي يعني ايه؟ ضعف الزمن الكلي لا أقصر ارتفاع يعني لو حسدت الزمن وأنا طالع وانا نازل لأن الزمنين بيساوي بعض وبالتالي الزمن الكلي هيساوي 2T زمن التحليق لا يعتمد على مركبة السرعة الأفقية بينما يعتمد على مركبة السرعة الرئاسية ودي هنشوفها في القوانين وإحنا بنستنتجها المسافة اللي بيصعدها الى اعلى بتسوي المسافة اللي بيهبطها الى اسفل اسفة الصعود بس تركز الازاحة في سقوط الحر معايا كده معلاش الشباب بالأعزام في السقوط الحر كنا بنقولي ان الازاحة تسوي صفر لان الجسم قزف عموديا فطالة ونازل لنفس الموضوع اما في المغزوفات مقدرش اقولي ان الازاحة تسوي صفر الازاحة الرأسية تسوي صفر بس في ازاحة ايه في إزاحة أفقية طيب تعالوا بقى عشان نشوفها بالتفصيل نروح لشاشتنا كده ونوضحها مع بعض شوي بص كده الحركة الأفقية احنا قلنا إنها حركة منتظمة ستة في المقدار ستة في المقدار يعني تعامل معاملة السرعة المنتظمة لإنه مفيش قوة طيب قوة اللي بتؤثر القصية فبتسوي صفر وبالتالي مفيش ايه عجلة طيب ركز في المغزوفات أنا هنا بحلل السرعة الابتدائية اللي هي الدي اي إلى مركبتين أفقية ورأسية بحيث إن السرعة الابتدائية الرأسية لسأيين ها تسوي إيه بقى رأسية مصدر هتأخذ الصاين والأفقية هتأخذ الكوزاين طيب السرعة النهائية بقى الصرعة النهائية أفقيا هي ستة وبالتالي مفيش حاجة يسمعه سرعة الابتدائية هي النهائية أما في الرأسي فالسرعة النهائية هتساوي صفر تاني السرعة الأفقية بتساوي كوزاين هتاخد الكوزاين السرعة الرأسية هتاخد الصين طيب تعالى كده مع بعض نجمع بقى القوانين دي على شكل مغزوف بصوا يا ولد إذا أطلق مغزوف بالشكل ده بسرعة تلاقيه في اي تمام هيتحرك على هاي بحيث أنه في اي بتصنع زاوية زاوية سيتة مع الأفقية طيب هيتحرك ازاي هيتحرك على هيئة قطع مكافئ ده احنا كده بنجمع كل اللي احنا قلناه شباب من أول حصر طيب السرعة ال vi هنحللها إلى vi x اللي هي في الاتجاه الأفقي اللي هي ال vi cos c ليه لأن الزاوية مع الأفقي طيب وهنحللها إلى ايه كمان vi y اللي هي ال vi sin c اللي هي الزاوية مع مين الأفقي وبالتالي الراسي هياخد ايه sign كده نقدر نستخدم معادلات الحركة في الحصول على حاجات كتير ازاي مستر اقدر اجيب الارتفاع و اقدر اجيب الزمن بس خد بالك الأفقي صعب هنجيب المدى بس بعد ما نجيب الزمن ازاي تعال نجيب الزمن كلا ممكن معادلة الحركة الأولى على فكرة و ممكن معادلة الحركة اقدر اجيب الارتفاع نفسه ايوه طبعاً و عندي الزمن تقدر حضرتك ايه ده حضرتك بتقولي ان هو سرعة منتظمة اه طالما سرعة منتظمة مستر اذا ببساطة خالص هطبق خوانين السرعة منتظمة وهجيب الراينج هجيب المدى الأفقي اللي هو هيبقى الت في مضروبة في ال vi x او اثنين كي سمول في ال vi كوزاين سيت اللي هي مقدار انا عوضت عن كل واحدة بقيمتها طيب كده يا شباب يبقى السرعة اللحظية المغزوبة احنا اتفانا ان فيه سرعة وفقية وفيه سرعة لحظية اه فيه سرعة وفقية وفيه سرعة رأسية اقدر اجيب السرعة اللحظية اه عند اي لحظة لو حسبت السرعة الرأسية من خلال معدلات الحركة وحسبت السرعة الافقية من خلال vi x بتساوي vi كوزاين سيت اذا ببساطة خالص هتبقى vi فهي متجهين متعاملين يبقى جزر vi x تربيع زي vi y تربيع طيب تعالى بقى كده ما هو انا كده مش كل المغزوفات مش كل المغزوفات هتبقى من اسفل الى اعلى ما هو انا ممكن يكون عندي مغزوف من اعلى الى اسفل وبالتالي هنا بس خد بالك احنا انا هاطلق الجسم بزاوية لا مش بزاوية هاطلقه بحيث انه هو يماس او يوازي الارض بحيث انه هو الزاوية مع الافقية تساوي كام صفر كده هو تأثر بايه بتأثير عاجلة الجسم فيها الارضية بس طيب يا مستر لو انا اطلقت الجسم بزاوية مع الافقية كده حضرتك بقى هتضطر تعمل هتتحرر تحلل القوة الى الشكلين هتتحرر تتحلل السرعة الابتدائية الى الشكلين الافقي والرأسي يعني تاني يا مستر تاني يا أولاد تاني يا أولاد انا عايز بس عشان حتة دي انا عارف انها بتلغبطنا شوية اطلق مغزوف بزاوية صفر مع الافقي من اعلى هتأثر بعيدة الجسمة الارضية وبالتالي هيبقى فيه قوة رأسية هتكسبه عجلة هتكسبه سرعة وهتكسبه عجلة اما افقيا فسرعته هتفضل سبتة اما اذا اطلق المغزوف بزاوية سواء الى اسفل او الى اعلى سواء الكنازل او ايه طالع في الحالة دي هحلل السرعة الى السرعتين الافقية والرأسية واشتغل عادي خالص عندك في آي واي وعندك في آي اكس طيب السرعة الاتدائية الرأسية لو اطلقها بزاوية صف هتبقى السرعة الرأسية بتسوي صف سقوط حر طيب والسرعة النهائية اللي هي هنجيبها من معادلة الحركة سواء الثالثة او الاولى طبعا حسب محضرتك تكون المعطيات اللي موجودة معك في المسألة انا هنا بحيث ان انا على افتراض ان هو مديني بس الارتفاع ومديني عاجة الجاذبية الارضية هتبقى الفي اكس الفي اف الفي اللي هي السرعة النهائية الرأسية بتسوي جزر اتنين جي اتش طيب كده زمن طبعا هنقدر نجيبه ازاي ها تي بتسوي الفي اللي هي على الجي او جزر اتنين اتش والمدى الرأسي هنا هتها من معادلة الحركة التانية اللي هي نص جي تي تالبيا كده طب احنا مع بعض هنا هنشوف نفس الشكل اللي هو اللي فات بنفس التطبيق طلق اطلقة بسرعة في اي ها يبقى السرعة الوفقية بتسوي سرعة الاطلاق طيب حقيقا طبعا هيبدأ يتحرك بزاوية وبالتالي ال viy هتسوي صف وال اتش هنا ونفس القوانين يا شباب طيب ما تيجوا كده نروح بسرعة نشوف تمثيلات البيانية وإحنا عاديين كده ما هي مش مستهلة قوي يعني وبعدها نروح عليها برد تمثيلات البيانية ليه المغذوفات الموضوع سهل قوي بسلد هو بتحرك تحت تأسير ايه عاجلة الجزمية الارضية اذا السرعة بتقل ولا بتزيد هو طالب مصر بتقل وهو نازل بتزيد انا قلتلك فيه واحنا بنشرح العجلة قلتلك ببساطة قوي حضرتك افترض اتجاه للعجلة وفي النهاية اي وفي النهاية خالص احنا هنا طبعا هنا يا شباب دول التمثيلات البيانية الخاصة به الجسم المغزوف من اسفل الى اعلى لو افترضت ان العجلة مجابة هتزود السرعة اسنان الهبوط وهتنقل السرعة اسنان الصعود لو افترضت ان العجلة سالبة الفكرة كلها ان السرعة هي اللي بتغير اتجاهها مش العجلة اللي بتغير اتجاهها كده يا شباب احنا درسنا مع بعض المغزوفات عرفنا ايه هي عرفنا قوانين المغزوفات عرفنا انواعها وكده هنروح ان شاء الله نطبق كل الكلام ده على اللي بورد يلا مع بعض يلا شباب واحنا بندرس في حصتنا عرفنا مع بعض ايه هي المغزوفات وهي قوانين المغزوفات طيب ما تيجي كده نشوف شوية علاقات بينية صغيرة عن المغزوفات عشان ان شاء الله في الحصة اللي جاية نبدأ نطبق عليها قولنا تاني يا شاب تعال كده من البداية لو افترضت اني عندي V و T يبقى هنا تمام ايه رأيك انا هاخد العلاقة دي مرتين ده كان اخر حاجة ويفنع عليها لو اعتبرت ان عجلة الجاذبية الارضية سالبة اذا ان هي ابتقل يبقى اثناء صعود المغزوف الى اعلى تمام الجي سالب بس الفي يبقى تقل السرعة ليه لان هنا اتجاه العجلة عكس اتجاه السرعة طيب هنا الجي سالب برضو ما هو من المنحنة سالب بس الفي اصبحت ايه كده تزداد السرعة ده لما يوصل الجسم الى اقصر ارتفاع ثم يعود هتبقى سرعته عند اقصر ارتفاع بتصلي صف واثناء عودته هتزداد سرعته طيب لو اعتبرت ان حاجة الجاذبية الارضية مجب وغيرت اتجاه السرعة طيب هنا تحت جي مجب بس الفي هي اللي ايه يبقى برضو اثناء الصعود تقل السرعة لان العجلة في عكس اتجاه السرعة طيب هنا الجي مجب والفي مجب يبقى كده هتزداد السرعة طيب ناخد بالنا من حاجة الازاحة الرأسية هو الجسم بيحصل اللون بيطلع وبعدين ينزل ركز معايا كده في ميل صغير كده عن الازاحة بين الديوتي لو اتكلمت عن الازاحة الرأسية الميل بيقل وبعدين ايه ده مصر ليه الميل بيقل وبعدين رجع يزيد لانه اوصل الى اخصر ارتفاع وبالتالي سرعتي بتقل وكل ما السرعة بتقل ميل منحنة الازاحة هيقل وبعدين هارجع تاني بحيث ان الدي توتل الازاحة الرأسية كلية بتسوي كام صفر اما لو قلبناها مسافة المسافة المسافة ليس لها اتجاه وبالتالي صحيح الميل هيقل وبعدين هيبدأ يزيد تاني معنى كده يا مستر انه هو المسافة العلاقة بين الديو لو ازاحة رأسية او مسافة رأسية طيب ايه رأيك با لو خدناها افقيا لو خدناها افقيا يا شباب لا المسافة او الازاحة مش افقيا لا برضو رأسي ولكن احنا هنتكلم عن المسافة الافقية اللي هي سرعة منتظمة المسافة الافقية بتبقى سرعتها منتظمة وبالتالي بيبقى خط مستقيم لا تتغير السرعة بتغير الزمن لان احنا اتفادا الحركة الافقية هي حركة سبتة في المقدار وفي الاتجاه كي انها جسم بتدهرج على سطح ايه الارض كده احنا كمان رجعنا للاقات البيانية ان شاء الله هنيرجع تاني وحصة اللي جاية انتظر تطبيقات عن المغزوفات رجعنا تاني من لايت بارد يا شباب عرفنا المغزوفات وعرفنا انواعها وعرفنا العلاقات البيانية لها وان شاء الله حصة اللي جاية هنتقابل مع بعض في تطبيقات عن المغزوفات كانت حصتنا تحت اشراف وزارة تلبيه والتعليم المصرية وبرعاية قناة مدرستنا 3 فمية شكرا يا شباب وشوفكم خير أولى سنوية فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد أولى سنوية